موسيقى إلا هو يستقسد عليهم إلا هو يحمر لهم عينه النهاردة عينه حمرة بس مش علشان بيخوف المصريين علشان هو اللي خاف علشان هو اللي ويف قدام كاميرا ومزيع وبقى بالمنظر ده ده الوش الحقيقي لعبد الفتاح السيسي بلا رتوش عبد الفتاح السيسي اللي ساجن أكتر من 80 ألف مصري عبد الفتاح السيسي اللي بيقتل في شبابنا كل يوم أخرهم أربعين مصري تم أكلهم بدم بارد وقالوا أن هم إرهابيين وهم طبعا من أنظف وأطهر شباب مصر عبد الفتاح السيسي اللي بيتحامى وراء مخابراته وقواده ورجال مخابراته وراء إعلاميين والناس اللي بتحط له الميكب النهاردة ما نفعوش كل دول ولا واحد قدر يجمل صورة عبد الفتاح السيسي وهين عبد الفتاح السيسي في وجود وزارة الخارجية في وجود عباس كامل مدير المخابرات العامة وهين عبد الفتاح السيسي مش بأي حاجة غير بالكلمة وكاميرا زي اللي بنتكلم قدامها حالا وبتنقل صورتنا لحضراتكم ده الأهان السيسي مزيع وكاميرا اللي حنسمعه النهاردة مش تسريب مش تسريب من اللي كنا بنزعهم في قناة مكملين للسيسي هو عباس كامل لما كنا بنسمعهم وهم بيتكلموا بشكل سوقي جدا وهم بيتأمروا وهم بيقولوا ان التزوير على ودنه مثلا لا اللي حصل مش تسريب اللي حصل ان عبد الفتاح السيسي وبكامل اردته قعد على كرسي وواجه مزيع والكاميرا دارت وبعد ما الكاميرا دارت سجلت ولكن للأسف كان الاخراج غير الاخراج ما كانش فيه صندرة نشأت علشان تجمل المشهد ما كانش فيه عمر اديب عشان يقوله سيادتك يا ريس ما عليك ولا حتى شريف عامل على التليفون ما كانش فيه حد منه ما كانش فيه ابراهيم عيسى ولا اسمها ايه دي اللي كانت بتقوله الصمت ده تفكير لميس مش موجودة عشان تقوله الصمت ده تفكير ولا حاجة تانية ولا عمق ما كانش فيه ده كله كان فيه كلمة وسؤال وكان فيه اجابة من عبد الفتاح السيسي اجابة فضحته قدام الناس كلها اجابة ترجمة في الصورة دي صورة عبد الفتاح السيسي المزعور بلا مكياج بلا رتوش الحقيقة العارية بتتمثل في الصورة دي الحقيقة العارية عبد الفتاح السيسي كما لم تشاهده من قبل عبد الفتاح السيسي وهو امامك زليل بشكل مهين ايه اللي حصل وايه القصة وله الصورة دي موجودة وعبد الفتاح السيسي خده منه الحوار فين ومش عايز يزيعه بعد كده ومشكلة بين الخارجية المصرية خارجية السيسي وقناة السي بي اس الامريكية وبرنامج 60 ديئة عبد الفتاح السيسي ايه اللي زلوا بالشكل ده ده اللي هقوله لحضرتك بعد فاصل قصير جدا احكي لك الحكاية من طقطة لسلام عليكم